أعزائي طلاب الصف الثالث والخامس بمدارس التعليم الفن التجاري شعبة الشؤون القرنية وشعبة الإدارة والتسويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية اليوم إن شاء الله نستكمل حدثنا عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الموازنة العامة للدولة في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الموازنة العامة للدولة تعرفنا على تعريف الموازنة العامة للدولة طبعا ده موضوع من الموضوعات المهمة أو اللي بينصب عليها الباب الثاني من منهج المحاسبة الحكومية نخبالنا باب مهم وعليه أسئلة مهمة فنركز على باب الموازنة العامة للدولة تعرفنا في الحلقة السابقة على تعريف الموازنة العامة للدولة أهداف الموازنة العامة للدولة أسس أو قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة تعرفنا أيضا على المراحل أو الخطوات التي يتم اتباعها لإعداد الموازنة العامة للدولة تعرفنا أيضا على الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة أو هيكل الموازنة العامة للدولة الذي يتكون من أبواب الاستخدامات وأبواب للموارد طبعا تعرفنا أن الموازنة العامة للدولة هي بيان تقديري مفصل بمصرفات وإرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة وبيعتمد من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب يبقى الموازنة العامة للدولة هي عبارة عن إيه؟ هي بيان تقديري مفصل باستخدامات أو مصرفات وإرادات أو موارد الدولة عن سنة مالية أو لسنة مالية مقبلة وبيعتمد هذا البيان من السلطة التشريعية لما جينا اتكلمنا عن هيكل الموازنة العامة للدولة قلنا عندنا الموازنة العامة للدولة بتتكون من الاستخدامات وبتتكون من الموارد بتضم في طيات الاستخدامات 8 أبواب للاستخدامات وفي طيات الموارد 5 أبواب للموارد هنتعرف أو هنراجع بشكل سريع على هيكل الموازنة العامة للدولة ثم نتضرب على الكيفية اللي بيجي بيها اسئلة على الموازنة العامة للدولة في الاختبار بيجي لي طبعا سؤال يقول لي بواب الاستخدامات والموارد الخاصة بالموازنة العامة للدولة بيجيب لي ستة أبواب من الاستخدامات وثلاث أبواب من الموارد يقول لي بواب الاستخدامات أو بواب الاستخدامات وبواب الموارد ثم بيطلب مني استنتاج العجز النقدي إن وجد ثم بيطلب مني إظهار النتائج في شكل جدول احنا في الحلقة الصابقة ركزنا على قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة توازن الموازنة وقلنا ان اجمال المصرفات لابد ان يساوي اجمال الارضات لو حصل ان اجمال المصرفات اكتر من اجمال الارضات في الحالة دي بيكون عندي عجز نقدي بالموازنة وبيتم سد هذا العجز من الباب الخامس من ابواب الارضات وهو الباب الخاص بالاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم يبقى لو جالي قال لي استنتج العجز النقدي هقوله العجز النقدي هو عبارة عن اجمال المصرفات يبقى لازم احسب او حدد اجمال المصرفات واستبعدوا من إجمال الإرادات وزيما أوضحنا أعزائي الطلاب في الحلقة السابقة أن طبعا العجز النغدي بيسوي مصادر تمويل العجز وأوضحنا أيضا أن مصادر تمويل العجز أو بيتم سد العجز النغدي من الباب الخامس وهو طبعا من أبواب الإرادات أو أبواب الموارد وهو الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم نسترجع مع بعض الهيكل العام للموازنة العامة للدولة ونشوف أبواب أي استخدامة أبواب الموارد ونروح على تدريب نتعرف من خلاله الكيفية اللي هنبواب بها الاستخدامات والموارد ونتعرف كمان على الطريقة اللي هنستنتج بها العجز النقدي ونظر النتائج في شكل جدود تعالوا نشوف مع بعض هيكل الموازنة العامة للدولة بيقول لي الاستخدامات دي طبعا بتشمل 8 أبواب وزي ما أوضحنا عندنا الباب الأول وهو خاص بالأجور وتعوضات العاملين الباب الثاني وهو خاص بشراء السلع والخدمات أما الباب الثالث فهو خاص بالفوائد الباب الرابع وهو باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الباب الخامس ودي طبعا خاص بالمصروفات الأخرى اللي هي غير الأجور والسلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أما الباب السادس فخاص بشراء الأصول غير المالية والباب السابع ده طبعا خاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية الباب الثامن خاص بسداد القروض المحلية والأجنبية دي 8 أبواب للاستخدامات ما عندنا 5 أبواب من أبواب الموارد وطبعا الموارد بتضم الباب الأول أول باب من أبواب الموارد وهو باب الضرائب الباب الثاني وهو باب المنح الباب التالب طبعا هو باب الإرادات الأخرى اللي هي غير الضرائب والمنح الباب الرابع هو متخصلات أو خاص بمتخصلات الإكراد ومبيعات الأصول المالية أما الباب الخامس طبعا اللي بيستمي سد العجز النقدي إن وجد في الموازنة العامة للدولة من خلاله وهو الاقتراب وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسر دي عزيزي الطلاب أبواب الاستخدامات وأبواب الموارد في هيكل الموازنة العامة للدولة بيجي لي سؤال يقول لي بواب الاستخدامات وبواب الموارد ثم بعد ما بواب الاستخدامات وموارد يقصد هنا أن أنت تكتب أبواب الاستخدامات بالترتيب وأبواب الموارد بالترتيب اللي هيجبها لك في التدريب ثم بعد ذلك تستنتج العجز النقدي اللي هو طبعا عبارة عن الفرق بين إجمال المصرفات وإجمال إرداد أخب بالي أن العجز النقدي هو عبارة عن الفرق بين إجمال المصرفات وإجمال الإرداد ثم بعد ذلك بتظهر النتائج المتعلقة بالعجز النقدي في شكل جدول تعالوا نشوف مع بعض التدريب وسؤال مهم على الموازنة العامة للدولة تعالوا نشوف السؤال اللي معنا وبيقول لي فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وطبعا بيقول لي المبالغ بمليارات الجنيهات وبديني 624 مليار أجور وتعوضات العاملين 780 شراء السلع والخدمات 312 فوائد 432 مليار الدعم والمنح والمزالج تبعية 120 مليار المصرفات الأخرى 432 مليار شراء أصول غير مالية 1320 مليار الدرائب 240 مليار المنح 120 مليار إرادات أخرى وبيقول لي المطلوب تبويب الاستخدامات والموارد 2. استنتاج العجز النقضي 3. إظهار النتائج في شكل جدول أول مطلوب عندي اللي هو تبويب الاستخدامات أنا عندي لو خدت بالي عدت لها عندي 6 أبواب من أبواب الاستخدامات وهي الأجور وتعوضات العاملين باب الأول باب الثاني شراء السلع والخدمات باب الثالث اللي هو باب الفوائد الباب الرابع هو باب الدعم والمنح والمزالجتماعية أما الباب الخامس هو الخاص بالمصرفات الأخرى والباب السادس اللي هو خاص بشراء أصول غير مالية عندي 3 أبواب للموارد وهو خاص بالضرائب والباب الثاني هو باب المنح والباب الثالث هو باب الإرادات الأخرى قelga كيف يمكنكين مستخدم отдельات أو الموارد؟ بحقيق الاطرية على كراست الإجابة واقسم طبعا بالنص وأقسم طبعا الطبع في الجانب اليمين ستكتب جانب الا starter سستخدم الموارد و دكتبهم الأبواب الموارد الضبع مواضي نسمية الأنوات الموارد ستكنين기로 간بري لمحاولون الأيض أمان الموارد باب الأول أجور وتعوضات العاملين باب الثاني شراء السنة وخدمات باب ثلاثة اللي هو الفوائد زي ما انتو شافين نقلنا الأبواب اللي هو جايبها لي في التدريب وهو عايز عايزني أظهرهم أو بوابهم يبقى أقول الاستخدامات ايه وأقولهم بالترتيب باب الأول الباب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس وكذا ولو نفتكر كان آخر باب عندنا اللي هو باب شراء الأصول غير المالية الجانب الأيصر من الصفحة نضع فيه الموارد وطبعا الموارد جايب لي ثلاث أبواب من أبواب الموارد وهو باب الضرائب وباب الباب الثاني اللي هو باب المنح والباب الثالث اللي هو باب الإرادات الأخرى الحاجة المهم اللي أخب بالي مني عزاء الطلاب إن أنا نزل أكتب أبواب الاستخدامات بالترتيب وأبواب الموارد بالترتيب ومنساش إنه كل باب له رقم يعني الباب الأول اسمه الباب الأول كذا أجور وتعوضات العاملين بالنسبة للاستخدامات وهكذا الباب الأول في الضرائب والباب الأول اللي هو محدود باب واحد فممكن نقول الباب الأول باللغة العربية كتبه باللغة العربية كتابة يعني مش أرقام الباب الأول الضرائب الباب الأول أجور وطعوضات وهكذا يبقى دي أول جزئية جاوبت عنها وهي أننا بوابت الاستخدامات والموارد في شكل جانب أيمن وجانب أيصر زي ما احنا شوفنا كده ده عملية بسيطة ونقطة مهمة ناخد بالنا منها وده كان المطلوب الأول في التدريب المطلوب الثاني بيقول لي استنتج العجز النقدي يا خبالنا المطلوب الثاني بيقول لي استنتج العجز النقدي طب أنا عشان أجيب العجز النقدي أعمل إيه عزيزي الطلاب بجيب إجمال المصرفات واجيب إجمالي الإرادات والفرق بين إجمال المصرفات وإجمالي الإرادات هيكون العجز النقدي يبقى أنا مطلوب من أجمع المبالغ الخاصة بالاستخدامات أو المصرفات اللي جات فيه المبالغ الخاصة بالستة أبواب الأولى من الاستخدامات وأجمع الثلاث أبواب الخاصين بالإرادات علشان أجيب الفرق بينهم ويكون العجز النقدي في حالة أن يكون إجمال المصروفات أكبر من إجمال الإرادات يعني لو إجمال المصروفات بيسوي إجمال الإرادات في الحالة دي مش يكون عنده عجز نقدي طيب لو إجمال الإرادات بيسوي أكبر من إجمال المصروفات يعني إجمال الإرادات هو الأكبر من إجمال المصروفات في الحالة دي يكون عندي فائد في الموازنة ما عنديش عجز لكن إمتى يبقى عندي عجز؟ لو إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإرادات طالما هو طلب من العجز بأكيد إجمال المصرفات يكون أكبر من إجمال الإرادات هروح على طول بقى أجمع كل المليارات الخاصة بالستة أبواب الأولى من أبواب الموازنة اللي هو جابهم لي في التدريب ثم بعد كده أجمع الثلاث أبواب أو المبالغ الخاصة بالمليارات طبعا الخاصة بالإرادات والفرق بينهم هيكون هو العجز النادي يبقى أنا رقب واحد عشان أوصل إلى العجز النادي لازم أجيب إجمال المصرفات الخطوة الثانية أجيب إجمال الإرادات الخطوة الثالثة أجيب العجز النقد وهو الفرق بين إجمال المصرفات وإجمال الإرادات تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنحصل على إجمال المصرفات وإجمال الإرادات وإزاي هنحسب العجز النقد أو هنستنتج العجز النقد للموازنة العامة للدولة خطوة الأولى هجيب إجمال المصرفات وطبعا لو رجعنا للتدريب بتاعنا عندنا إجمال المصرفات عندنا ست أبواب الباب الأول اللي هو 426 الباب الثاني 708 مليار 312 مليار 432 مليار طبعا بالأبواب بالترتيب كده وصلنا للباب الرابع الباب الخامس 120 مليار الباب السادس 432 مليار أجمعهم إداني 2430 مليار أخذ بالي أن إجمال المصرفات 2430 مليار إجمال الأراضات هو عبارة عن مجموع الثلاث أبواب الأولى من جانب الموارد في الموازنة العامة للدولة وطبعا عندي ثلاث أبواب الضرائب 1320 مليار وعند المنح 240 مليار وعند المصرفات الأخرى 120 مليار أجمعهم إداني 1680 مليار ألاحظ أعزائي الطلاب أن إجمال المصرفات 2430 مليار لكن إجمال إراضات 1680 مليار ده معناه إيه؟ معناه أن إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإراضات يعني إيه برضو؟ يعني العجز النقدي أو يوجد عجز النقدي لأن إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإراضات يبقى في الحالة دي هحسب العجز النقدي اللي هو بيساوي إجمال المصرفات ناقص إجمال الإراضات هيديني طبعا أطرح بقى 1430 مليار اللي هو إجمال المصرفات ناقص 1680 مليار اللي هو إجمال الإرادات هيكون الناتج 750 مليار جنيه عجز نغض في الموازنة لو حد سألك بقى إزاي بقى نسد العجز النغض ده الحكومة تعملها عشان تسد العجز النغض الحكومة بقت مجبرة إنها تسد العجز النغض من الباب الخامس من الموازنة الحكومة محتاجة 750 مليار يبقى مصادر تمويل العجز هتساوي 750 مليار اللي هم هنجيبهم منين من الباب الخامس الباب الخامس اللي هو الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم يبقى خبالي عزيزي الطلاب إنه بيتم سد العجز النغضي من الباب الخامس هو الباب من أبواب الإيه طبعا من الباب الخامس من أبواب الإيه من أبواب الإرادات أو أبواب الموارد وهو الباب الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم حاجة اللي أخب بالي منها وأكدنا عليها في الحلقة السابقة إن أنا أعرف إن العجز النغضي بيساوي مصادر تمويل العجز. هنمول العجز منين؟ قلنا هنمول العجز من الباب الخامس وهو الباب الخاص بالإقراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. يبقى في الحالة دي على طول العجز النقدي اللي هو 750 مليار هيساوي الباب الخامس في الموازنة وهو الخاص بالإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. أنا كده حسبت العجز النقدي. المطلوب التالي كان بيقول لي اظهر النتائج في شكل جدو. طب هي النتائج? هحمل جدول. اضع في اجمال المصروفات. ثم اجمال الاراضات. ثم بعد كده اطرح الاتنين من بعض. واظر النتائج اللي هي ايه? العجز النقد اللي هو يبعه عبرها عن 750 مليون. تعال نشوف. ازاي هظهر العجز النقطة في شكل جدول. او هظهر النتائج في شكل جدول. هأعمل جدول من تلتة اعمدة. العمود الاول يبعه خاص بالاستخدامات. العمود الثاني يبقى خاص بالموارد العمود الأخير أو الثالث يبقى خاص بالنتائج وعند طبعا الاستخدامات فيها إجمال المصروفات ومبلغ إجمال المصروفات 2430 مليار طيب والموارد هيبقى فيها إجمال الإراضات اللي هو مجموعة ثلاث أبواب الأولى من أبواب الموارد اللي هو زي ما قلنا باب الأول باب الضرائب الباب الثاني باب المنح الباب التالي باب الإراضات الأخرى يبقى جيب إجمال الإراضات ولو نفتكر كان مجموعهم 1680 مليار طبعا النتائج هنا فيه عجز ليه فيه عجز؟ لأن إجمال المصروفات أكبر من إجمال الإرادات إجمال المصروفات 2430 مليار إجمال الإرادات 1680 مليار يبقى الفرق بينهم على طول هيكون عجز نقدي هطرح بقى 2430 ناص 1680 هيكون الناتج 750 مليار دي عزيزي الطلاب الطريقة اللي بيجي عليها أسئلة فيه الاختبار على الهيكل العام أو الهيكل التنظيمي للموازنة العامة للدولة زي ما شفنا بيجيب لي سؤال يقول لي بواب الاستخدامات والموارد بقسم الصفحة نصفين أجيب الاستخدامات في الجانب الأيمن والموارد في الجانب الأسر دايما بيذكر لي أو بيقول لي الستة أبواب الأولى من أبواب الاستخدامات ويذكر لي التلت أبواب الأولى من أبواب الموارد وزي ما وضحنا مجموع او اجمالي المصرفات في حالة ان المصرفات تكون اكبر من اجمال الاراضات يبقى الفرق بينه ما يكون عندي عجز نقدي يبقى العجز النقدي بيساوي اجمال المصرفات نقص اجمالي الاراضات واخدنا بالنا لو الجزئية دي اوضحناها في الحلقة السابقة ان العجز النقدي زائد اجمال الاراضات هيساوي اجمال المصرفات تاني العجز النقدي زائد العجز النقدي زائد اجمال المصرفات العجز النقدي زائد إجمال المصرفات هيساوي إجمالي العجز النقدي زائد إجمالي الإرادات هيساوي إجمال المصرفات طيب وبعدين والعجز النقدي لو طرحناه من إجمال المصرفات يعني إجمال المصرفات أكبر يبقى لو جبنا إجمال المصرفات نقص العجز النقدي هيدينا على طول إجمالي الإرادات يبقى أنا لو جبت إجمال المصرفات طرحت منها العجز النقدي هيدينا إجمالي الإرادات ولو جبت إجمالي الإرادات ضفت عليها العجز النقدي هيديني إجمالي المصرفات ولو طرحت إجمالي المصرفات من إجمالي الإراضات هيكون الناتج عندي هو العجز النقدي أخب بالي من العلاقة بين إجمالي المصرفات وإجمالي الإراضات والعجز النقدي تعالوا نشوف مع بعض التدريب كمان علشان نأكد الكيفية اللي بتجيلي بها الأسئلة على العيكة للتنظيمي للموازنة العامة في الدولة وفي الاختبار وناخد بالنا هذا سؤال مهم ودايما بيتقرر أعزائي الطلاب في الامتحانات اللي بعده الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويكلل مجهودكم وتعبكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله والتميز تعالوا نشوف مع بعض التدريب كمان والتدريب التاني بيقول لي فيما يلي بيان باستخدامات وموارد موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وبين قصين بيقول لي المبالغ بمليارات الجنهات مديني طبعا 208 ألف الأجور وتعوضات العاملين 236 شراء السلع والخدمات طبعا مليار 104 مليار الفوائد 144 الدعم والمنح والمزال الاجتماعية 40 مليار المصرفات الأخرى و144 شراء أصول غير مالية 144 ضرائب 80 المنح 40 إرادات أخرى بيقول للمطلوب تبويب الاستخدامات والموارد 2 استنتاج العجز النقدي 3 إظهار النتائج فيه شكل جدول طبعا الموضوع بسيط جدا أول مطلوب عندي هروح آسم الصفحة بتاعتي بالنص كده على طول نصين الجانب الأيمن هضع فيه الاستخدامات اللي هم الستة أبواب الأولى من أبواب الاستخدامات والجانب الأيصر هضع فيه التلات أبواب الأولى اللي جولي فيه التدريب أو السؤال من أبواب الموارد وعندي طبعا في الجانب الأيمن ثلاث أبواب هو الموارد. الباب الأول هو باب الدرائب. الباب الثاني باب المنح والباب الثالث هو باب الإرادات الأخرى. المطلوب الثاني عزيزي الطلاب يقول لي. استنتج العجز النغذي. ما فيه عجز. يبقى أنا هجمع بقى المبالغ الخاصة بتاعت الستة أبواب الأولى. اللي هي المصروفات خاصة بالمصروفات أو الاستخدامات. والثلاث أبواب الأولى من الموارد اللي هم جهولي طبعا. يعني هجمع مليار 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 م فرق بينهم في حالة أن يكون إجمال المصروفات أكبر من إجمال الإرضات يكون عندي طبعا عجز النقدة تعالى نشوف مع بعض إزاي نستنتج العجز النقدة أول خطوة طبعا بجيب إجمالي المصروفات اللي هو طبعا هجمع الستة أبواب الأولى المتين وتمانية زائد متين ستة وتلاتين وربعة مية ربعة وربعين زائد أربعين زائد مية ربعة وربعين هيديني 876 مليار دي بقى إجمال المصرفات 876 مليار أجيب إجمال إرادات اللي هم الثلاثة أواب الأولى باب الضرائب باب المنح وباب الثالث اللي هو الإرادات الأخرى أجمع 104 مليار زائد 80 مليار زائد 40 مليار هيكون الناتج 224 مليار أخذ بالعزاء الطلاب إجمال المصرفات 876 مليار وإجمال الإرادات 224 يبقى فيه إيه عجز النقدي برافو ليه؟ لأن إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإرادات يبقى طالما إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإرادات يبقى في الحالة دي يكون عندي عجز النقدي والعجز النقدي هيساوي إجمال المصرفات ناقص إجمالي الإرادات أو طرح إجمالي الإرادات أخذ إجمالي المصرفات اللي هو 876 ألف جنيه ناقص إجمال الإرادات اللي هو 224 مليار جنيه هيكون الناتج عجز النقدي 652 مليار جنيه طيب العجز النقدي ده هيتم يسده منين من الباب الخامس وهو الباب الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم الحكومة هتقترض أو تصدر أوراق مالية أو تقترض وتصدر أوراق مالية بخلاف الأسهم بمبلغ 652 مليار مش هتزود هي هتاخد في حدود العجز النقدي هتقترض أو هتصدر أوراق مالية بخلاف الأسهم في حدود العجز النقدي كذا لك أقول ان اجمل المصرفات ت rejecting العجز النقدي في حاله المصرفات beating bands باقي جدا حين来 يتقوم بقى عجز نقدي chatter خاص بالاقتراض وصدار الأوراقوب خلاف question ولج SAE الباب الخامس ده بيساوي العجز النقدي. يعني الباب الخامس في الموارد اللي هو الخاص بالاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم بيساوي العجز النقدي. تعالوا نشوف بقى ازاي هننظر النتائج في شكل جدول المطلوب التالي كان بيقول لي اظهر النتائج في شكل جدول. اروه على طول على صفحة واروخ جايب كاتب اظهار النتائج في شكل جدول. المطلوب رقم ثلاثة وقسم ثلاثة اعمدة. قسم صفحة بتاعة ثلاثة اعمل العمود الاول خاص بالاستخدامات. العمود التاني خاص بالموارد. العمود التالت خاص بالنتائج. وطبعا الاستخدامات يبقى فيها اجمالي المصروفات. واجمال المصروفات فيه التدريب الخاص بينا التدريب التاني تمنمية ستة وسبعين الف جنيه. تمنمية ستة وسبعين ايوة برافو. تمنمية ستة وسبعين مليار جنيه. يبقى تمنمية ستة وسبعين مليار جنيه. الموارد عندي اجمال الإجمال الإراضات 224 مليار جنيه أخذ بالي لأنه أقلل من المبالغ بمليارات الجنيهات النتائج طبعا هطرح إجمالي المصرفات أنا حسبت العجز قبل كده ناقص 224 إجمالي المصرفات اللي هو 876 مليار ناقص إجمال الإراضات اللي هو 224 مليار هيكون الناتج العجز النقدي اللي هو طبعا 652 652 مليار جنيه دي عزيز الطلاب طريقة اللي بحسب بيها العجز النقدي بجيب إجمال المصرفات بس تبعد منها إجمالي الإراضات بيكون الناتج العجز النقدي أخبالي أن إجمال الإراضات نا خبالنا إجمال الإراضات بيساوي إجمال المصرفات لقص العجز المصرفات بتبقى أكتر يبقى لما أطرح العجز النقدي اللي هو أجاب للعجز النقدي وجاب لإجمال المصرفات أقدر أجيب إجمال إراضات ككام اجمع اجمال المصرفات او اجيب اجمال المصرفات واطرح منها العجز النقدي يكون الناتج هو اجمال الارضات لان اجمال الارضات بيكون اقل من اجمال المصرفات لما يكون عند عجز النقدي طيب لو انا عندي اجمال الارضات وعندي العجز النقدي يبقى اجمال المصرفات ايه طبعا اجمال المصرفات بيكون اكبر من اجمال الارضات والفرق بيكون بينهم بين اجمال الارضات واجمال المصرفات بيكون العجز النقدي بقى لو ضفنا العجز النغدي على إجمال الإرادات هيديني إجمال المصرفات إجمال المصرفات بيساوي إجمال الإرادات زائد العجز النغدي تعالوا نشوف تدريب كمان على الكيفية اللي بتجيلي عليها أسئلة على الموازنة العامة للدولة بيقول لي بواب الاستخدامات والموارد استنتج العجز النغدي ثم بيطلب مني أن أنا أظهر النتائج في شكل جدوى تعالوا نشوف سؤال جه في اختبار من اختبارات السنوات السابقة عشان نخبالنا الطريقة اللي بيجي بها الأسئلة في الاختبار تعالوا نشوف مع بعض تدريب كمان وبيقول لي إذا كان إجمال الإرادات بموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 750 مليار جنيه نخبالنا عزاء الطلاب بيقول لي إذا كان إجمال الإرادات بموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 750 مليار جنيه منها الباب الأول الضرائب 520 مليار جنيه وكان إجمال المصروفات اللي هي الخاصة بالستة أبواب الأولى من الاستخدامات 940 مليار جنيه طب إيه المطلوب واحد أكمل ما يلي العجز النقدي بيساوي نقص نقص العجز النقدي أنت تقدر تكمل الجزئة دي بيساوي إجمال الإيرادات لا إجمال المصروفات لأن هي الأكبر ناقص إجمالي الإيرادات يديني العجز النقدي المطلوب التاني بيقول لي استنتك العجز النقدي ثم قم بإظهار النتائج بشكل جديد أنا هايز أرجع للتدريب التاني ونقرأه بتركيز كده عشان خبالنا من حاجة بهم هنا هنا ما جاب ليش الستة أبواب الأولى ده هو في الاختبار جاب لي جاب لي المبلغ بتاعهم جاب لي إجمال الإيرادات وجاب لي إجمال المصروفات ما جاب ليش أساميهم يعني شوف خبالك قال لي إذا كان إجمال الإيرادات بموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والأقات الخدمية 750 مليار طيب تعالوا كده نشوف مع بعض عشان الموضوع يبقى بالنسبة لنا سهل تعالوا كده نشوف مع بعض إزاي بقى ناخد بالنا من الجزئيات عشان من إيه منتوش لأنه هنا ما جاب ليش لإيه الستة أبواب فواب يقول لي إيه إن إجمالي إجمالي الإيرادات بيساوي طبعا بموازنة الجهاز الإدارة للدولة 750 مليار جنيه تمام وبعدين قال لي بعد كده قال لي منها يعني من دول ناخد بالنا منها يعني من 750 مليار كام 520 مليار جنيه إيه بقى ضرائب الباب الأول الضرائب هو عايزي لغبطني أنا جبت إجمالي الإيرادات خلاص مشغلش بالي راح جاي مديني معلومة زيادة عشان يلغبطني هو إجمال الإيرادات كام 750 مليار جنيه طيب أنا عندي إجمال الإيرادات بتضم الثلاث أبواب الأولى اللي هو إيه ناخد بالنا بقى وركز مع بعض اللي هو أول حاجة إيه برافو الباب الأول الضرائب الباب الثاني المنح الباب الثالث الإيرادات الأخرى يبقى 750 مليار دول من ضمنهم الـ 520 مليار طب دي معلومة زيادة مش هحتاجة في أي حاجة أنا عندي إجمالي الإيرادات عايز بقى إجمالي المصروفات عايز إجمالي لإيه المصروفات طب يساوي كام راح يلي وكان إجمال المصروفات اللي هو الخاص بالست أبواب الأولى من الاستخدامات 940 مليار جنيه أخب بالي عزيزي الطلاب بقى أني العجز في كده عندي عجز نقضي ليه عندي عجز نقضي لأن إجمال المصروفات أكبر من إجمال الإيرادات يبقى لو أنا عايز أجيب العجز النقضة أقول ده أنا عندي كده عجز نقضي بقول عجز النقضي هيساوي إيه بقى إجمالي المصروفات برافو ناقص إجمالي الإيرادات هو الداني الاتنين طب مديني المعلومة الخاصة بالضرائب عشان يلقبطني طب ما أنا ما لقبطش نفسي أخب بالي أن العجز النقضي هيساوي إجمال المصروفات ناقص إجمال الإيرادات هو الداني إجمال الإيرادات وداني إجمال المصروفات وإجمال المصروفات 940 مليار أكبر من إجمال الإيرادات 750 مليار يبقى أنا لو عايز أجيب العجز النقضي بقى على طول أعزاء الطلاب على طول كده هو ترجع حسب العجز النقضي تعالوا نشوف مع بعض هقول إن العجز النقضي زي ما أوضحنا بيساوي إجمالي المصروفات ناقص إجمالي الإيرادات وبعدين إجمال المصوفات كام 940 مليار أكتر وإجمالي الإيرادات كام 750 مليار اطرح معاها بقى وتعالى نشوف العجز النقد مع بعض عشان نحسب مع بعض هتلاقي العجز النقد عندك 100 بيساوي 190 مليار جليل طب أنا هسد العجز النقد هسد العجز النقد من برافو من الباب الخامس لو سألني بقى عن طريقة سد العجز النقد هقول له هنسد يتم سد العجز النقد طبعا بالموازنة من الباب برافو الخامس وهو طبعا الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسو طب السؤال هنا بقى نحن هنسد العجز النقد بكام ب750 مليار ولا 940 مليار لا بالعجز اللي هو 190 مليار طب يعني هناخد مصادر تمويل العجز هتساوي كام هتساوي 190 مليار أكتر لا ولا أكتر ولا أقل يبقى هب عندي مصادر تمويل العجز بتساوي العجز النقد يبقى الجزئية اللي هو حاب يلغبطني فيها أنه عايز يقول لي عايز يقول لي أن الباب الخاص زي ما شفنا بيقول لي أن الباب الخاص بالضرائب اللي هو الـ 520 مليار من ضمن إجمال الإرادات اللي هو 750 مليار خلاص طبعا وإيه المشكلة يعني أنا ما عنديش أي مشاكل لو أداني إجمال الإرادات تبقى أنا أخد إجمال الإرادات الداني إجمال المصرفات تبقى أخد إجمال المصرفات الفرق من إجمال المصرفات ناقص إجمال الإرادات هو العجز النقد أي معلومة زيادة يدالي زي ما شفنا كده يقول لي من ضمنهم أو منهم من ضمن الإرادات الباب الأول اللي هو الخاص بالضرائب قال لي كام قال لي 520 مليار ده عايز لغبطني يبقى انا اخب بالي عزيزي الطلاب ما اتلغبطش اقرأ بتركيز وابقى مركز في القانون اللي انا عارفه ان العجز النقدي بيساوي اجمال المصرفات نقص اجمالي او طرح اجمالي الاراضات وزي ما قلنا ايضا ان اجمال المصرفات بيساوي اجمالي اراضات زائد العجز النقدي اكتبوا الحاجات دي عندكم دول المعادلات اللي انا بقول لك عليها اجمالي المصرفات بيساوي إجمالي الإيرادات زائد العجز النغدي طيب وممكن أقول أن إجمالي الإيرادات بيساوي إجمال المصرفات ناقص العجز النغدي تعالوا نرجع للتدريب ونشوف إزاي بقى نظر الجداول إحنا حسبنا أو استنتجنا العجز النغدي ونقب بالله أنه كان جايب lên نقطة أكمل بيقول لي العجز النغدي بيساوي نقطة ناقص نقطة بقى دي رقم واحد لازم أكماله في كرة إجابة أقول له إجمالي او العجز النقد بيساوي إجمالي دعا نشوف هنجوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز 750 مليار يبقى العجز النقدي هو الفرق بين إجمال المصرفات وإجمال الإرادات ويبقى العجز النقدي عندي 190 مليار عايزني أظهر النتائج في شكل جدول أنا عندي طبعا برقع عمل جدول من 3 أعمدة العمود الأول خاص بالاستخدامات العمود التاني خاص بالموارد العمود التالت خاص بالنتائج وبعدين أكتب بقى فيه الاستخدامات هو الإجمالي المصرفات وأضع إجمال المصرفات اللي هي 940 طبعا 940 مليار جنيه وبعدين أكتب فيه الموارد إجمالي الإرادات وهي طبعا 750 مليار جنيه طبعا الفرق بينهما يكون على طول عندي عجز نقدي هكتب النتائج فيه خانة النتائج بالعجز النقدي وهكتب مبلغ العجز النقدي اللي هو 190 مليار جنيه دي أعزائي الطلاب الطريقة اللي بيجيلي عليها أسئلة على الهيكل التنظيمي أو هيكل الموازنة العامة للدولة زي ما شفنا أسئلة بسيطة كل اللي فيها أبقى عارف إزاي إيه هم التمن أبواب الخاصين بالاستخدامات هم الست أبواب الخاصين بالموارد ونقبلنا أن العجز النقدي بيساوي إجمال المصرفات ناقص إجمالي الإرادات وأن إجمالي الإرادات بيساوي إجمال المصرفات ناقص العجز النقدي وأن إجمالي الإرادات بيساوي طبعا وإن إجمالي الإرادات بيساوي إجمالي الإرادات زائد العجز النقدي الثلاث معادلات لنأتكد عليهم الثالث اتلب ط وطبعا العجز النقدي هو عبارة عن إجمال المصرفات ناقص إجمال الإرادات في حالة أن يكون إجمال المصرفات أكبر من إجمال الإرادات وسأثني البالب جزئية مهمة يا عزياء الطلاب في الباب التالت الخاص بالموازنة العامة للدولة وطبعا الباب التالت تكلمنا فيه زي ما أوضحنا في الحلقة الصادقة وأكمرنا حديثنا في الحلقة اللوحقة عن أو الحلقة الحالية على الهيكة للتنزيم موازنة العامة للدولة وإز heel Griiaúp fue aimla economy al-mujer ودعونا على تعريف الموازنة العامة للدولة وقلنا أن الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي بمصرفات وإرادات الدولة بيان تفصيلي أو بيان تقديري مفصل بمصرفات وإرادات الدولة عن سنة مالية مقبلة وبيعتمد طبعا من السلطة التشريعية المتمثلة في جمهورية مصر العربية في مجلس الشعب تعرفنا على أهداف الموازنة العامة للدولة على القواعد الأساسية أو قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة أو القواعد الأساسية التي تحكم إعداد الموازنة العامة للدولة ثم تعرفنا على خطوات أو مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة ونأخذ بالنا أن في قاعدة مهمة جدا من القاعدة الأساسية اللي هي خاصة بقاعدة توازن الموازنة وطبعاً لذلك القاعدة لازم مجموعة الاستخدامات تساوي مجموعة الموارد أو مجموعة المصرفات أو إجمال المصرفات تساوي إجمالي الإرادات ده طبقاً لقاعدة توازن الموازنة يعني لازم يكون جانبي الموازنة في حالة تساوي مستمر الجزء الثاني اللي هنكمله النهاردة إن شاء الله بإذن الله وهو الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة عندنا اتجاهات حديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة عندنا موازنة اسمها بيتسمى أو اتجاهها بيتم في ضوءه إعداد نوع معين من أنواع الموازنات العامة للدولة وهو موازنة البرامج والأداء وعندنا النوع الثاني وهو موازنة الأساس السفر دون نوعين من أنواع الموازنة العامة للدولة بيجي على أسئلة كتير نظرية هنتعرف على إيه هي المقصود بموازنة البرامج والأداء وإيه هي العوامل اللي ساعدت على انتشارها وظهورها وكذلك مميزات توعيوبها ونتعرف أيضا على موازنة الأساس السفري ومهيتها ثم نتعرف على مميزاتها ويعوبها تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الموازنة أو موازنة البرامج والأداء موازنة البرامج والأداء دي عزيزي الطلاب هي طبعا من الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة وهي طبعا من الموازنات اللي بتهتم أو بتعرض الأهداف والأغراض التي من أجلها بيتم تقصص الأعتمادات وبيتم تكليف برامج موضوعة لتحقيق الأهداف المحددة لهذه البرامج وكذلك توفير البيانات الكمية اللي بتقاس بها الإنجازات والأعمال المؤددة في كل برنامج يبقى موازنة البرامج والأداء بتعرض الأهداف والأغراض طبعا العامة اللي من أجلها نخصص المبالغ اللي هتنفق على الاستخدامات يعني لازم بتبدأ الموازنة اللي هي موازنة البرامج والأداء بتحديد الأهداف والأغراض العامة والأغراض والأهداف الخاصة بكل بكل برنامج من البرامج أو مشروعات اللي بتقوم بها الدولة أو بتقوم بها الحكومة أو بتخطط الحكومة للقيام بها وبتخصص لها اعتمادات وبتخصص لها مبالغ وبتسعى طبعا لتحقيق تلك الأهداف وبتساعدها زي الموازنة على توفير طبعا بنات كمية بتقاس طبعا بها الإنجازات يعني ما تم تأديته من أعمال في كل برنامج من البرامج المخطط له طب إيه هي العوامل اللي ساعدت أعزائي الطلاب على انتشار موازنة البرامج والأداء أول حاجة عندنا كان سبب من أسباب انتشار موازنة البرامج والأداء وهو إهمال موازنة الأداء اللي طبعا كانت معروفة قبل موازنة البرامج والأداء لعنصر التخطيط طبعا في حين طبعا أنه ظهرت حاجة لأنه يبقى في خطط بعيدة اللي المدى مش سنة واحدة لأكتر منين من سنة وبالتالي لابد أن احنا نراعي الجزئة الخاصة بالتخطيط والمرعاة التخطيط تم أو ده ساعد على ظهور موازنة البرامج والأداء اللي بتاخد في اعتبارها عنصر التخطيط بعيد المدى يبقى أول حاجة مال موازنة الأداء لعنصر التخطيط في حين طبعا كان هناك حاجة لخطط بعيدة المدى العامل الثاني اللي ساعد على ظهور موازنة البرامج والأداء وانتشارها وهو زيادة أهمية التحليل الاقتصادي وطبعا والرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ الكرار يبقى اتنين زيادة أهمية التحليل الاقتصادي والرغبة في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ الكرار تلاتة كبر حجم النفقات العامة في الموازنة زي ما احنا شايفين المبالغ اللي بتنفك في الموازنة العامة للدولة بتنفك بالمينارات وبالتالي كبر حجمها زين نفقات ساعد طبعا وكان له أثر في زيادة أو له أثر على بيكون له أثر طبعا على الاقتصاد الوطني وده طبعا أدى إلى ضرورة الربط بين الخطط الحكومية أو الخطط التي تقوم بها الحكومة والموازنة العامة للدولة وده طبعا اللي بترعي موازنة البرامج والأداء يبقى أنا عندي ثلاث عوامل ساعدوا على انتشار موازنة البرامج والأداء اللي هي طبعا بتهتم بوضع الأهداف العامة والأغراض العامة للبرامج وبتسعى لتحقيقها وبتقوم بتحديد التكاليف الخاصة بكل اعتماد من هذه الاعتمادات وبتقوم بتقيسي الأداء في ضوء الخطط أو البرامج المحددة عندنا أول عامل طبعا قلنا إهمال موازنة الأداء اللي هي قبل موازنة البرامج والأداء لأنصر التخطيط اثنين طبعا زيادة أهمية التعالي اقتصادي والرغبة طبعا في إدخال أساليب علمية حديثة في اتخاذ القرار وطبعا أسطوب أو موازنة البرامج والأداء من الموازنات الحديثة وطبعا كبر حجم النفقات العامة وده طبعا أدى إلا أن الحكومة أو الدولة بتكون عايزة تربط الخطط بتاعتها بالموازنة العامة للدولة عشان تحاول ترشد النفقات الخاصة بها إيه هي موازنة البرامج والأداء؟ عندنا مجموعة من المزايا لموازنة البرامج والأداء الميزة الأولى وهي ربط النتائج المتوقع برسالة وأهداف الجالحكومية بأول ميزة بتحققها موزلة البرامج والأداء هي ربط النتائج المتوقعة برسالة وعداف الجامحة الحكومية اثنين رفع مستوى الجودة المتعلق بالأداء المتاح للحكومة ثلاثة المساعدة على تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي أربعة إقرار مبدأ المسائلة والمسئولية المسائلة والمسئولية ولأن موزلة البرامج والأداء بتحدد المسئول عن أداء كل عمل من الأعمال عندنا طبعا ميزة أخرى وهي توضيح ما تم أعماله خلال السنة المالية السابقة يعني من ضم المزايا الخاصة بموزلة البرامج والأداء أنه بتوضح ما تم من أعمال خلال السنة المالية وطبعا وتكلفة كل برنامج أو مشروع يبقى النقطة رقب 5 أو الميزة رقب 5 أن موزلة البرامج والأداء بتراعي تحديد أو توضيح ما تم تنفيذه من أعمال في دول خطة طبعا العمل التنمية للإقتصادية والاجتماعية للدولة وبتحدد تكلفة كل برنامج أو مشروع النقطة رقب 6 اللي هي التركيز على المخرجات يبقى موزلة البرامج والأداء بتركز على المخرجات اللي هي الخدمة المؤدية للمواطنين وليس التركيز على المدخلات وهي طبعا متمثلة في الموارد المالية والموارد البشرية الميزة رقب 7 أصداد الطلاب وهي المساعدة على توفير البيانات اللي بتحدد طبعا مهيط وطبيعة المخرجات يعني الخدمات اللي هتحتاجها أو هتأديها الحكومة خلال العامل المالي والتكاليف المالية الخاصة به كل برنامج من برامج وربطها طبعا بتربطها بالمنافع اللي بتسعى إليها الحكومة على الرغم أعزاء الطلاب من المزايا اللي بتحققها وزنة البرامج والأداء إلا أن هناك مجموعة من العيوب أو العقبات اللي بتواجه تنفيذ أو تطبيق وزنة البرامج والأداء تعالوا نشوف مع بعض إيه هي العقبات أو العيوب اللي بتضع صعوبة في أغز أو الأغز بالاتجاه الحديث من الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة هو موازنة البرامج والأداء طبعا أول صعوبة عندنا أو أول عيب وهو صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديدا دقيقة بيصعب تحديد الأهداف الخاصة بجميع أجهزة الحكومية تحديدا دقيقة لأنه ده طبعا بيخلي طبعا القائمين على أعداد الموازنة العامة للدولة يتجنبوا موازنة البرامج والأداء لأنها بتحتاج إلى وقت ومجهود كبير جدا في تحديد الأهداف إلى جانب أن هناك صعوبة في تحديد الأهداف بشكل دقيق النقطة الثانية أعزائي الطلاب اللي هي من الصعوبات أو من عيوب موازنة البرامج والأداء وهي صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مدي وملموس طبعا إحنا عندنا كل الموارد والاستخدامات بيتم تقديرها بشكل مدي يعني النخدي يعني أنا هكتب دلوقتي فيه الموازنة العامة للدولة إيه مبالغ المصرفات بكامل ففي بعض المشروعات والبرامج بيصوب أن نحدد لها مقابل مدي أو ملموس وبالتالي دو يعد طبعا من العوائق أو من العيوب اللي بتخلي القائمين على أمر إعداد الموازنة العامة للدولة الإحجام عن موازنة البرامج والأداء النقطة رقم ثلاثة عزيزي الطلاب وهي الخاصة بالمبالغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بعض فكرة طبعا الناس بيقولوا أني طبعا انتوا بلغتق أوي في المزايا اللي بتحقق موازنة البرامج والأداء ويعني عملتوا لها دعاية أكثر من اللازم وده طبعا بيقولك دعيب من العيوب طبعا على سبيل المساء كان يقولك يعني إيه كانوا بيعملوا دعاية لشيء مش كويس أو شيء سيء طبعا دي برضو وجهة نظر أن من عيوبها المبلغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بياء فكرتها أربعة بتتطلب طبعا من موازنة البرمجلة ده كميات كبيرة جدا أو توفر كميات كبيرة جدا من المعلومات وتحتاجها طبعا وده طبعا بيعمل يعطل عملية تحليل السياسة العامة للدولة عشان نحدد كل الموارد وكل استخدامات في ضوء موازنة البرمجلة ده تطلب كميات كبيرة جدا من المعلومات وده طبعا بيصعب توفيره في وبيؤدي طبعا النواب يوضح لنا ده أن ده يعتبر عيب لأنها هيبعالي التكلفة جدا عشان نوفر الكميات من المعلومات والبيانات اللي محتاجها من وزنة البرمج والأداء ده طبعا هيتكلف مبالغ طائلة ويعتبر عيب من عيوب موازنة البرمج والأداء الصعوبة رقم خمسة أو العيوب رقم خمسة من عيوب موازنة البرمجلة ده وهو إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة معلومات كتير جدا طبعا كل مشروع عايزين عنه معلومات وبيانات كل مشروع تقوم به الحكومة في أي شيء عايزين عنه معلومات تفصيلية ودقيقة وتحليلية وبالتالي طبعا دوت بيخلي أن مكتب الموازنة أو القائمين على أعداد الموازنة العامة للدولة عندهم بيانات ومعلومات كبيرة جدا عن البرمج الرئاسية والدرسات التحليل التي أعدت لها أو أعدت لها الأجهزة الحكومية وطبعا ده طبعا إيه هيخد وقت وهيستهلك وقت كبير جدا وده طبعا بيعتبر من ضمن العيوب اللي بتحجم أو بيخلي القائمين على أمر الموازنة العامة للدولة الإحجام عن تنفيذ أو الأخذ بالاتجاه الحديث من الاتجاهات الحديثة وهو موازنة البرامج والأداء النوع الثاني عزيزي الطلاب من الموازنات وهو موازنة الأساس السفري عندنا احنا كده تكلمنا عن الاتجاه الأول أو النوع الأول من اتجاهات الحديثة في أعداد الموازنة العامة للدولة هو موازنة البرامج والأداء وتعرفنا على العوامل لساعدت عن تشارها وكذلك العوامل أو المزايا والعيوب الخاصة بها عندنا بقى نوع تاني آخر من الاتجاهات الحديثة لأعداد الموازنة العامة للدولة وهو موازنة الأساس السفري تعالي نشوف ما إيه المقصود بموازنة الأساس السفري وإيه موازتها وعيوبها مقارنة طبعا بموازنة الأداء وكذلك موازنة البرامج والأداء طبعا موازنة الأساس السفري هي اسطوب طبعا من الأساليب الإدارية أو من أساليب العمل الإداري بيأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة يبقى بيأخذ أو بتأخذ موازنة الأساس السفري كل البرامج أو الأنشطة أو المشروعات المتوقعة أن الدولة تقوم بها وبتسعى لتحقيق الاهداف المرسومة لها في كل مستوي طبعا من المستويات الإدارية سواء العلي أو الدنيا أو الوسطى أو الدنيا وطبعا مع إيجات خطة بديلة لكل برنامج نأخب بالنا إن كل خطة لها خطة بديلة كل برنامج له خطة بديلة أنا عندي الخطة ألف والخطة بي والخطة جيد أي خطأ أو أي حاجة تحصل فيه اي برنامج من البرامج أو أي مشروع من المشروعات أنا عندي خطة بديلة لهذا المشروع وده طبعا هيكلفنا بمبارة كتير يبقى قلنا كده ان هي أسطوب عمل إداري بيضمن الأخذ في الاعتبار طبعا جميع الأنشطة والبرامج المتوقع يعني مش بس اللي هم عايزين وكمان بيتوقع ان ممكن تحصل أحداث في المستقبل وبيضع احتمالات وده طبعا هيكلفنا بمبارة كتير زي ما نشوف وبيسعى لتحقيق الأداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة وبيضع خطط بديلة لكل مشروع لتنفيذ تلك الأداف وبيقدم مقترحات مختلفة بهدف ترشيد وتوزيع الموارد والإنفاق العام وبما يحقق أفضل النتائج زي ما احنا شايفين عزيزي الطلاب هنقل بالنا ان موازنة الأساس السفري بتتكلف مبالغ أيضا طائلة زيها زي موازنة البرامج والأداء وهنا طبعا بتحط مشروع وبنحط مشروع بديل بنحط خطة وبنحط خطة بديلة وده طبعا هيبق إيه هيكلف الدولة مبالغ طائلة طب هل لها مميزات موازنة البرامج والأساس موازنة الأساس السفري بالضبط لها مميزات وأيضا لها بعض العيوب تعالوا نشوف ايه هي مميزات موازنة الأساس السفري أول ميزة منها من هذه المميزات اللي هي تحقيق انتقال المؤسسة وأنشطتها إلى واقع أفضل بتنقل المؤسسة الواقع أفضل بأنشطتها طبعا حتى بدائل لكل خطة من الخطة وكل مشروع من المشروعات اثنين بتعمل مسح شامل لجميع احتياجات المؤسسة وده طبعا هيواجه المؤسسة الصعوبة طبعا أنها تعمل مسح شامل لكل احتياجاتها على مدار أكتر من السنة هياخد طبعا هيكلف مبالغ طائلة النقطة رقم ثلاثة تحقيق إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفعالية وكفاءة أكبر طبعا خطت بديلة لكل شيء فبيبقى عندنا إمكانية أكبر لإنجاز المهام والأنشطة بفعالية وكفاءة أربعة تحقيق أو بتوفر أو بتحقق توفير تخصيصات مالية كافية لتيسير النشاط الذي تهدف المؤسسة إلى تحقيقه يعني بتحاول بقدر إمكانها توفر مخصصات مالية لكل الأنشطة اللي هتقوم بها المؤسسة خلال العام المالي خمسة تحقيق النمو والتقدم المستمر للمؤسسة وأنشطتها والأنشطة التي تهدف إلى تحقيقها بقى عندي خمس مميزات طبعا تحقيق النمو والتقدم المستمر للمؤسسة وأنشطتها اللي بتهدف إلى تحقيقها زي ما عندنا طبعا مزايا عندنا عيوب لموازنة الأساس السفري وأول عيوب من عيوب موازنة الأساس السفري وهي أنها طبعا قد لا تتوفر الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة المخططة بمجابة ممكن ما تتوفرش عندنا الأموال اللازمة لتمويل الأنشطة طبعا زي ما شوفنا بتتكلف ما بلغ طائلة وده طبعا ممكن الدولة ما يكونش عندها الأموال دي كلها يبقى مش كل الدولة تقدر تاخد بموازنة الأساس السفري اتنين قد تؤدي عموما طبعا التبزير زي ما شايفين خطة وخطة بديل فإيه لازمة الخطة البديلة طيب التكلفة بتاعة الخطة البديلة أو المشروع البديل عن فقر النفقات طب لو المشروع الأول ده طبعا نجح يبقى تكلفة الخطة البديلة دي ضاعت علينا وبالتالي ده بيؤدي طبعا إلى التبزير في الأموال بسبب طلب تقصيصات مالية أكثر مما يتطلب فعلا ثلاثة لا تهتم بما إذا كان المشروع ما بتهتمش بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا هي على طول طبعا شغالة على طول بتحاول إنها تنفذ المطلوب وما بترتبطش بزمن محدد ده طبعا رعيب من عيوب موازنة الأساس السفري ده عزيزي الطلاب كانت الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة للدولة كلامنا عن اتجاهين الأساس موازنة الأساس السفري وموازنة البرامج والأداء بيجي لأسئلة عليها في شكل طبعا صحة وغلط اختر أكمل ووصل زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله في حلقة قادمة بتمنى أنتم تكونوا استفادتم من حلقة اليوم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة